بسم الله الرحمن الرحيم شفنا في الفيديو السابق كيف فكرة الفكرة اللي شواها فهد والفكرة اللي المؤقدة نوعا ما مقارنة بالبرنامج البسيط أو الكلاس البسيط اللي كتابها خالد وهي استخدام الset والget أول شيء إخفاء البيانات اللي هنا حيث نتكون private اللي هي الاتريبيوت أو البروبرتيز حقها الوبجيك نخفيها اللي هي الفرست نيم واللست نيم والسلري والآي دي نخفيها زين بعدين نضع set وget بحيث أنه لا يمكن أنك تضع قيمة اللي عن طريق الset ولا يمكن أنك تاخذ قيمة اللي عن طريق الget طبعا غرض فهد من الشيء هذا يقول لك فهد يقول لك أنا أبغى أتحكم في القيمة اللي تدخل هنا وتحكم في طريقة في القيمة اللي ترجع للشخص يمكن أنا ما أبغى أدخل أي قيمة في الفرست نيم أو اللاست نيم أو السلري مثلا ما أبغى أدخل أي قيمة ولا أبغى وأبغى أرجع القيمة بطريقة معينة مثلا يعني ما نديه هنا كيف ممكن نشوف أمثلة إضافية وتتضح لنا الفكرة هذه بس هذا هو المقصد من الست يعني كمثال بسيط وسريع قبل ما نشوف كيف تكتب لو أنه محمد جاء وقال set ID ونسى وحط هنا minus حيث أنه صار الـ ID ناقص 1000 طبعا نوعا ما غير منطقي خصوصا يعني ممكن أو هنا مثلا خصوصا أنه يعني ممكن تكون أوضح لو بالسالري لو قلنا E dot salary gets ناقص 5000 مثلا نسى محمد واخطى وحط الناقص هذا نسى محمد واخطى وحط الناقص هذا لما جاي يستخدم وحط الناقص حقات خالد طبعا خالد ما له قدرة على التحكم ناقص 5000 خلاص هذا اعتبره أنه خطأ محمد زيين؟ بينما بالنسبة للفهات قال لك لا قال لأنا عندي set و get زيين؟ هدولا يحرسون الـ attribute هذه بحيث أنه ما تدخل القيم الـ attribute إلا إذا كانت قيمة أنا راضي عنها فلا يمكن تدخل الناقص 5000 أو الناقص 1000 زيين؟ طيب خلو نشوف أول شي كيف تكتب الـ set و get بالجافة بعد كده ننتقل لكيف أنك تحمي القيم اللي موجودة هنا طيب كتبتنا البرنامج في لغة بالأكلبس مضبوط خلو نشوف نقارن بين طبعا هذا عندي project حق فهد وهذا حق خالد في كل واحد منهم في two classes في class employee زي ما تشوفون هنا وفي الـ class اللي كتبها محمد test employee طبعا محمد مطلوب منه أنه يكتب يختبر كل الـ classين ويعطي تقريره للمدير زيين؟ فمحمد هنا لاحظ أنه قام ودخل على استطاع أن يدخل على attributes بشكل مباشر زيين؟ استطاع أن يدخل على attributes بشكل مباشر ليش؟ لأن الـ attributes اللي كتبها خالد اللي استخدم الطريقة الأولى مخليها public عامة attribute عامة لكن هنا نجي نشوف أنه فهد لا قال ما أخلي الـ attributes attribute عامة زيين؟ خلو نشوف نحاول نكبر الـ 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 هذولا نحط الواحد وهذا للي يجي طيب ممتاز هذا الآن هذه الطريقة القديمة اللي شفناه هذه الطريقة الجديدة وشا اللي اختلف عندنا؟ أول شيء هنا حطينا private تلاحظ هنا private هنا public نفس لاحظنا نفس الأربعة attributes هنا هي نفس الأربعة attributes اللي هنا زيين؟ بس الفرق نفس الـ data type بس الفرق إنها صارت private بدلا من أن تكون public زيين؟ اللي يفرق معنا هنا إنه لما نيجي هنا للـ employee لو جينا هنا خلو نسحب الـ employee هذه هنا زيين؟ لو جينا هنا للـ employee لاحظوا أنه سطاع أن يدخل على attributes first name lost name و lost name لأنها public زيين؟ نستطاع أن يسوي لها access بشكل مباشر هنا ممنوع أنك تسوي access لازم أنك تحتاج أنك تسوي set first name خلو نشوف لو حولنا نسوي access بالطريقة هذي وش راح يصير؟ نيجي هنا نجرب نشوف gets s.next مثلا زيين؟ زي ما كنا كاتبين قبل على طول عطاك error لو تشوف هنا يقول لك the field employee is not visible يعني غير مرعي بمعنى أنه مخفي زيين؟ هو فعليا هو مخفي لأنه المفترض زي ما قلت لك مرة ثانية أنه اللي يكتب الكلاس هذي غير الشخص اللي يكتب الكلاس هذي كل شخص مشؤول عن كلاس أو مجموعة كلاس زيين؟ فإذن محمد اللي يكتب الكلاس هذي وفاهد اللي يكتب الكلاس هذي واضح؟ فإذن فهد أخفى البيانات عن محمد مضبوط وما سمح له أنه يدخل عليها بشكل مباشر قال له فهد قال عشان تدخل على الفرست name لازم تستخدم set first name زيين؟ وتعطيني الفرست name اللي أنت بغى تحطه في الemployee زيين؟ ونفس الشي بالنسبة للlast name قال لازم تستخدم set last name وتعطيني اللي تبغى تضعه في الاتريبيوت حقة الemployee واضح إذن هذا هو الفرق الأول خد شوي كشف فرق بين هذي زيين؟ طبعا هنا القراءة هذي جملتين هنا للقراءة بينما هنا جملة واحدة قرينا فيها وحطينا فيها القيمة قارن بين أثنتين كيف الأكسس يختلف بين الثنتين كذلك بالاتريبيوت ستاني ممكن توقف الفيديو وتقارن مضبوط طيب خلونا شوف الآن كيف الامبلمينتيشن كيف سوى هذي طبعا الآن نسميها method زيين؟ وهذي في الحقيقة هي method invocation أو method call زي ما قلنا تكلمنا قبل استدعاء للميثود الميثود نفسها هي هذي ممكن نسحب هنا حتى نشوف هذا عندنا هنا الاستدعاء set first name وهذه هي الميثود زيين؟ مضبوط طيب الميثود set first name تأخذ لي first name تأخذ الفرست name هذا اللي نسميه هنا البرامتر تأخذ القيمة اللي موجودة في ifn هذه تحطها هنا بعد كده تسندها ل first name هذه هي طريقة عمل الميثود زيين؟ إذن رح نشرح إن شاء الله الطريقة هذه بشكل أكثر تفصيل لكن اللي يبغاك تشوفه هنا تشوف أنه كل وحدة من الاتريبيوتس هنا صار عندها set زي ما تشوف هنا صار عندها set وصار عندها get مزيين؟ كل واحدة من الاتريبيوتس هذه صار عندها set صار عندها get خلنشوف بالفيديو القادم إن شاء الله نفتح نشوف كيف كيف تتم استدعاء الميثود كيف نرسل البرامتر كيف تستقبل الميثود البرامتر هذا وبعد كده كيف اللي هي بالنسبة الميثود set مزيين؟ وكيف الميثود get ترجع لنا هنا return يعني مرجع كيف ترجع لنا value لك مرة ثانية أرجع أريك القسمة اللي رسمناها قبل إن ال set تاخذ ال value مننا تحطه في الاتريبيوت زي ما انت شايف هنا ال set تاخذ ال value وحق ال first name وبعدين تطبعه لنا زي ما تشوفين ال get تاخذ ال first name ترجعه لنا وتطبعه لنا زي ما نشوف هنا ال get تعطينا ال first name وتخلينا نطبع ال first name ننتقش على الفيديو القادم ونشرح طريقة عمل set وال get بشكل أكثر تفصيل اشتركوا في القناة